نفى مصدر مسؤول في مطار الملك علياء دولي وجود موعد محدد لعادة فتح المطار أمام حركة الطيران للمسافرين من وإلى الأردن جاء ذلك ردا على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانية الحزو والسفر لعدة وجهات في العالم من ضمنها الولايات المتحدة وأشار المصدر إلى أن الرحلات التي يتم تسجيلها بشكل يومي من عمان لوجهات أخرى تأتي ضمن مراحل أو مراحل إعادة الأردنيين في الخارج الراغبين بالعودة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب تداعيات جائحة كورونا وقال المصدر إنه بالرغم من عدم تحديد موعد لفتح المطار إلا أن الأردن لا يمنع من يرغب بالسفر للخارج عبر الطائرة المعدة للذهاب للدول التي يتم جلب الأردنيين منها شريطة أن تكون بناء على تعليمات الدول المستقبلة لمن يرغب بالسفر وضمن شروط محددة